اسم الدرس تصنيف الحيوانات حسب أنماط تنقلها المحور الرابع التنقل أتعرف أسباب تنقل الحيوان وطرق تنقلها الحيوانات في تنقل دائم لأسباب عديدة ومختلفة فهي تتنقل بحثاً عن الغذاء أو فراراً من العدو أو للهجرة من مكان إلى آخر حسب تغير المناخ أو للتكاثر وتختلف طرق التنقل عند الحيوانات باختلاف أعضاء تنقلها والبيئة التي تعيش فيها فهناك حيوانات تعتمد على أجنحتها للطيران وأخرى على بطونها للزحف وأخرى على زعانفها للسباحة وأخرى على قوائمها للتنقل قفزاً أو عدواً أو مشياً تتنقل معظم الحيوانات ذات القوائم إما عن طريق الماشي أو العدو أو القفز فالفيل مثلاً يتنقل عن طريق الماشي لضخامة جسمه ويتنقل الفهد عدواً معتمداً على طول القوائم وقوة العضلات وبواسطة القائمتين الخلفيتين القويتين يتنقل الكنغر قفزاً أما القردة فتتنقل قافزة ومتصلقة للأشجار بحثاً عن الطعام أو الفرار وبالنسبة للحيوانات المنعدمة القوائم أو التي لها قوائم قصيرة وغير قادرة على حمل الجسم فتتنقل زحفاً وجلها حيوانات برمائية تزحف على بطونها براً وتسبح في الماء مستعملة قوائمها مثال ذلك الأفعى أما السمكة فتعتمد على الزعانف للسباحة وقوة عضلة الزيل الذي يحدد الاتجاه شكلها المغزلي المخروطي وتراصف الخراش في اتجاه واحد كلها عوامل تساعدها على السباحة والتنقل وتعتمد الطيور على أجنحتها لكي تطير ويساعدها في ذلك طول الجناحين وقوة العضلات كما أن هناك طيور لا تستطيع الطيران لثقل الجسم وقصر الجناحين فتتنقل مشياً كالدجاجة أو عدواً كالنعامة والبعض من الطيور بإمكانها الطيران ولكن لمسافات قصيرة فقط كالطاوس أما الحشرات فالعديد منها تتنقل جواً بمساعدة أجنحتها كالفراشة ومنها من تتنقل براً كالنملة ومنها من تتنقل قفزاً كالجراد أتدرب أولاً أربط كل حيوان بالقول الذي يناسبه أنا أزحف أنا أمشي أنا أطير أنا أجري أنا أقفز الإجابة ثانياً أملأ الفراغ بما يناسب من الكلمات القفز الطيران الزعانف المشي الأجنحة القوائم القوائم الخلفية الثعبان السباحة الدودة تساعد السمكة على تساعد الحيوانات على تساعد الحيوانات على حيوانات تتنقل زحفاً مثل وتساعد الفراشة على الإجابة تساعد الزعانف السمكة على السباحة تساعد القوائم الخلفية الحيوانات على القفز تساعد القوائم الحيوانات على المشي حيوانات تتنقل زحفاً مثل الثعبان والدودة تساعد الأجنحة الفراشة على الطيران ثالثاً أضع العلامة قاطع ومقطوع في الخانة المناسبة عدواً قفزاً مشياً زحفاً طيراناً الإجابة عدواً قفزاً مشياً شكراً للمشاهدة